وأضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن جلسة المباحثات مع نظيره الروماني تطرقت إلى دخول الشركات الرومانية للاستثمار في أفريقيا مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وبخارست في العموم نحن نتطلع إلى المكتمر واللجنة المشتركة التالية بشأن الموضوعات العلمية والفنية للمخطط عقدة في بخارست في هذا العام وكذلك نحن نقوم بإعداد كافة الإجراءات اللازمة لعقد منسدى رجال الأعمال بين بلدين ونتطلع كذلك العمل الجماعي والتعاوني لزيادة العلاقات التعاونية بين البلدين والاستغلال الأفضل للاتفاقيات الموقعة عليها البلدين بما يسمح لدول أخرى المشاركة على سبيل المثال من الجانب المصري حيث أننا جزءا من اتفاقات التجارة الإفريقية يمكن أن نسمح بوصول الشركات الرومانية للاستثمار في القارة السمراء والدول في السوق الإفريقي من خلال هذه الشراكة بين البلدين